في صراع الماء مع الصخر بمرور الوقت ينتصر الماء حكمة صينية تعلم منها الصينيون عدم اليأس فكانت معجزتهم الاقتصادية رغم الصعاب جمهورية الصين الشعبية أكبر بلدان العالم من حيث عدد السكان وفي الوقت ذاته إحدى القوى الاقتصادية الكبرى عالميا تصنف الصين نفسها على أنها جمهورية اشتراكية يحكمها الحزب الشيوعي منذ تأسيس الجمهورية عام 1949 على يد ماوتسي تونغ تنقسم البلاد إلى 22 مقاطعة وخمسة أقاليم أخرى تتمتع بالحكم الذاتي أشهرها إقليم التبت تتشكل أجزة الدولة المركزية الصينية من ست مؤسسات هي مؤسسة الرئاسة المجلس الوطني لنواب الشعب مجلس الدولة ويتكون من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء اللجنة العسكرية المركزية المحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا يعد رئيس الصين ممثل الدولة الأعلى داخليا وخارجيا ويتمتع بسلطة إصدار القوانين وعزل رئيس مجلس الدولة والوزراء وغيرهم من المسؤولين أما المجلس الوطني لنواب الشعب فهو يمثل السلطة التشريعية للدولة وهيئتها العليا ويتكون من النواب الذين تنتخبهم المقاطعات ومناطق الحكم الذاتي والقوات المسلحة وللمجلس سلطة تعديل الدستور وصياغة وتعديل القوانين أما آلية صنع القرار السياسي في الصين فتتخذ من قبل اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم وتصاو مشاريع القرارات وتتبلور من قبل المؤسسات الحكومية مثل مؤسسة الرئاسة والخارجية والدفاع في عام تسعة وسبعين بدأ الحزب الحاكم بتنفيذ سياسة إصلاح وانفتاح على الخارج سياسة بدر إلى طرحها زعيم الحزب أنذاق دينغ تشاو بينغ وخلال تلك الفترة حققت الصين نموا اقتصاديا كبيرا لكن مع بداية القرن الحادي والعشرين بدأت ملامح التغيير النسبي تطرأ على عملية صنع القرار اذ تنام دور مركز البحوث والدراسات وتعد التجربة الصينية واحدة من التجارب التي أدهجت المجتمع الإنساني حيث لفتت إنجازات التنمية المستدامة والمتسارعة انتباه الكثير من العلماء والباحثين الذين وصفوها بالمعجزة